مشاهدين الكرام المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي بوقف عمل رئاسة البرلمان وأكدت أنه في حال ثبوت أي خطأ فإن هذا بدوره سوف يؤثر على المدد الدستورية والقانونية حول هذا الموضوع يندم معنا الباحث القانوني الأستاذ علي فضل الله لكن دعونا قبل ذلك نذكر بالأخبار العاجلة والتي وردت قبل قليل والتي وصلتنا الآن إصابة طفل وامرأة جراء قصف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا والآن أعزائي المشاهدين أعيد وأذكر إصابة طفل وامرأة جراء القصف الصاروخي بصواريخ كاتيوشا الذي استهدف المنطقة الخضراء قبل قليل نعود الآن إلى السيد الأستاذ علي فضل الله أستاذ علي أحداث متسارعة تحدث أستاذ علي المحكمة الاتحادية من جهة والآن قبل قليل قصف للمنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا المحكمة الاتحادية كما تعلم أصدرت أمرا بإيقاف عمل رئاسة البرلمان وأكدت أيضا في أنه سوف يؤثر على المدد الدستورية ما تعليقك أستاذ علي الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم ولكون مشاهدي قناتكم الكريمة ابتداء الحكم الولائي هو باحتبار إجراء ذلك ثم هو حكم قضائي الغرض من عنده إجراء احترازي لقضية مهمة وهو من صلاحية القضاء أو المحكمة المختصة حسب ما نصت عليه المواد 151 و 152 و 153 من قانون المرافعات المدنية وهذا في المحاكم العادية يمكن التظلم للمددعي والمددعي عليه في حال التضرر من هذا الحكم الولائي أمام المحكمة المختصة لكن في قرارات المحكمة الاتحادية الباتة لا يمكن التظلم وبالتالي هو إجراء جاري المفعول لحين إصدار الحكم بالقضية الأصلية يعني هذا الإجراء هو إداري أكثر ما هو حكم قضايا نعود لقرار المحكمة الاتحادية يبدو أن المحكمة الاتحادية لحد الآن لم تتأكد من الدفوع التي قدمت من قبل المشتكي النائب السيد باسم خشان وكذلك السيد النائب محمود المشداني اللي طعنوا حقيقة بإجراءات الجلسة الأولى وأرادوا الطعن بالنتائج التي ترتبت على هذه الجلسة لذلك الموضوع مفتوح ويبقى القرار حقيقة تسوده احتمالات كثيرة أما أن تكون المحكمة الاتحادية تقوم بإلغاء الإجراءات التي جرت في الجلسة الأولى أو تمضي بصحة الإجراءات التي جرت في الجلسة الأولى أو قد يصار إلى اختطاع جزء من هذه الإجراءات تكون صحيحة والجزء الآخر غير صحيح خصوصا بحضور السيد محمود المشهداني قد تكون الإجراءات باحتبار كان هو الرئيس الكبير السن داخل جلسة البرلمان فبالتالي الإجراءات التي حصلت مع وجود السيد النائب قد تكون صحيحة والإجراءات التي حصلت ما بعده غير صحيحة ويتم إلغاها من قبل المحكمة الاتحادية إذن هناك احتمالات كثيرة في موضوعة القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية نعم أرحب بك مجددا أستاذ علي فضل الله في نشرتنا الرئيسة قبل قليل كان هناك استهداف للمنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ هل ثم ربط ما بين تطورات الأمنية وتطورات السياسية إذ شهدنا استهداف للمنطقة الخضراء وكما نعلم بأنها هي مركز القرار السياسي لربما يعني الأقرب أعتقد لهذا الاحتمال هو قرار تنسيقية المقاومة الذي كان يقضي حقيقة بخروج القوات الأمريكية قبل نهاية العام المنصر إن بقاء القوات الأمريكية وتغير عنوانها من قوات مقاتلة مستشعرية يبدو أنه غير مقنع لكثير من الطبقة السياسية وكذلك فصائل المقاومة ورسالة اليوم ماضحة يبدو أنه مطالبة أولا للحكومة العراقية بوجوب تفعيل قرار البرلمان السابق والمطالبة التي كانت تريد إخراج القوات الأمريكية وللأسف الحكومة الحالية حكومة سيد الكاظمي لم تقوم بهذا الإجراء على أقل حتى لم يكن هناك إجراء حقيقي يقنع بعض الأطراف السياسية أو فصائل المقاومة لحين خروج القوات الأمريكية من العراب طيب أستاذ علي دعني أخرج من موضوع خروج القوات الأمريكية لأن هذا الموضوع سبق وأن حذرت منه الفصائل لكن على حد علم الجميع أن هذه هي الهجمة الأولى التي تتعرض لها السفارة الأمريكية بعد انعقاد جلسة البرلمان الأولى وما شابها من أمور هل تعتقد أن هناك رابط بين الموضوعين؟ يعني التنسيقية المقامة ومن بعض الشخصيات المحسوبة على التنسيقية أعتقد أعلنت تذمرها من نتائج الجلسة الأولى وبينت أن هناك تعمد لإقصاء مكون سياسي مهم أو على العموم بعض القوى السياسية التي استهدفت أولا في موضوع الانتخابات والتلاعب بالنتائج الانتخابية على أقل بحسب رأي بعض القوى السياسية وتنسيقية المقامة ثم أعقب ذلك بعد مصادقة النتائج وقبول تلك القوى السياسية عفوا بالنتائج غير المرضية بالنسبة لهم أعتقد أعقبت بحساباتهم طبعا وحسابات التنسيقية تنسيقية المقامة بمؤامرة جديدة وهو حدوث عملية اغتيال سياسي عبر اتفاق قوة كان من المفترض أن لا تتدخل في موضوع تشكيل الكتلة الأكبر أو على الأقل تغادر جلسة البرلمان بعد مغادرة السيد رئيس السن والحداث التي شابت الجلسة الأولى لذلك نعم قد يكون سبب هذا الاستداف الإجراءات التي حصلت في الجلسة الأولى نعم أستاذ علي السيد مقتدى الصدر قال بتغريدة له أو أكد بأن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتا دون ضغوط هي أولى خطوات إيجاد معارضة حقيقية هل مفهوم المعارضة موجود ومقبول في النظام العراقي وأقصد هنا النظام السياسي أستاذ يعني الإجراءات التي حصلت حقيقة قطعا لن تقنع قوة الإطار التنسيقي التي من المفترض أن بعض الاحتمالات كانت تشير على أن هذه القوة سوف تذهب إلى كابينة المعارضة لكن الأحداث التي حصلت في موضوع الانتخابات والجلسة الأولى على قلب حسابات قوة الإطار التنسيقي إنها تبين وتنبئ حقيقة بخطر كبير جدا والذهاب إلى كابينة المعارضة قد يعني التهميش السياسي للمرحلة القادمة نعم نعتقد من المفترض أن تكون هناك معارضة حقيقية تراقب أداء السلطة التنفيذية لكن بهذه الأجواء وما ترسب حقيقة من تصريحات القوة السياسية في الإطار التنسيقي لا أتصور أن يكون هناك معارضة في المرحلة القادمة أما رأي سيد مقتدفا هو رأي محترم لكن إجراء المحكمة وإجراء مؤقت أنا برأي لا يسمن ولا يغني عن شيء عن موضوع الحقيقة يبقى القرار الأصلي الذي يصدر أو الحكم الذي يصدر من المحكمة الاتحادية هو الذي يبين إذا كانت دموقراطية أو لا نعم هناك من يقول أن اعتراضات الإطار التنسيقي جاءت هذه المرة على التوافق للقانون ما رأيك في هذا الموضوع؟ عفوني السؤال غير واضح هناك من يقول أن اعتراضات الإطار التنسيقي التي حدثت في الجلسة جاءت على موضوع التوافق وليس القانون برأيك هل هذا الموضوع صحيح؟ ما رأيك فيه؟ وما هي الخلقات التي شابت الجلسة فعليا؟ يعني ابتداءا خلي نحك بالأشياء والمؤشرات التي حصلت في الجلسة الأولى الجلسة الأولى وفق المادة 55 من الدستور العراقي تدار الجلسة من قبل الأكبر سن في الجلسة الأولى يعني العضل لأكبر سن وأعتقد تمت الإدارة من قبل السيد محمود المشهداني بعد حصول حقيقة مصادمات ما بين سيد محمود وأعضاء التيار الصدري جراء طلب السيد محمود المشهداني التشاور مع اللجنة القانونية في البرلمان حصلت فوضة وهذه الفوضة سببت حقيقة تماس ما بين السيد محمود وكذلك أعضاء التيار الصدري على أثرها تم نقل السيد ولكن هنانا المشكلة بحسابات بعض القوى السياسية الإجراءات التي حصلت بعد مغادرة السيد محمود المشهداني لم تكن دستورية أو قانونية وفعلا إذا عدنا كان من المفترض انتظار السيد محمود المشهداني وعلى الأقل يكون هناك تقرير خط من حضرته أنه يعتذر عن إتمام إدارة الجلسة ثم نذهب إلى الاحتياط أو وجود تقرير طبي يبين عدم إمكانية السيد المشهداني إدارة الجلسة الأولى لكن يبدو أن التصرف كان فردي من بعض القوى السياسية وهذا ما أشكى الحقيقة على صحة الإجراءات التي حصلت بعد مغادرة السيد محمود المشهداني أما موضوع التوافق نعم أنا حقيقة كباحث كمختص يعني أرى قرار المحكمة الاتحادية في موضوع القرار الولائي بإيقاف الإجراءات هو قد يكون فسحة نعم للقوى السياسية لاحتواء هذه الأزمة الكبيرة لأن هناك قوى سياسية يبدو بتعمد من بعض القوى السياسية على تهميشها لذلك نحتاج إلى احتواء هذه الأزمة الكبيرة في المرحلة القادمة والتوافق السياسي برأيه هو أقرب الحلول لاحتواء هذه الأزمة قبل إصدار القرار من قبل المحكمة الاتحادية البحث هو في شأن القانونية الأستاذ علي فضل الله شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة